لا يطمعون فيهم ويرخضون وراهم ويتبعوهم هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي هذه مناشئ بناء المجتمع الإسلامي في أجواء مرجعية النجف وفقاً لمنطق الإكحاب هذا هذا منطق إكحاب رسمي هذا مصداق من المصادق وعلى هرن قطحين اشناع وقت الحلقة صار طويلاً لكننا ماذا نصنع هذا هو الواقع الذي عليه الشيعة ومنذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين منذ أيام الطوس هو يتحدث عن أصحاب البدع يعني من أمثالي لأنني أكشف عوراتي مراجع النجف وأشير إلى بدعهم وضلالاتهم وهم لا يستطيعون مقاومة حديثي لأنه مشحون بالحقائق والأدلة والبراهين والحجج وعوراتهم القذرة متكشفة سود الله ووجوههم غبران طايا حظهم سفلة ينتقصون من محمد وآل محمد كتبهم موجودة كيف يواجهون الحقائق بهذا الأسلوب هذه فتاوى الخوئي زعيم الحوزة العلمية والبقية على هذا المنهج حتى إن لم يصدروا فتاوى عمليا عمليا يقومون بهذا ليل نهار وهذا الموضوع يعرفه كل أصحاب العمائم كل أصحاب العمائم يعرفون هذا الأمر نذهب إلى تذكرة البرنامج وهذا البرنامج الذهبي هو علاجكم هو خلاصكم من هؤلاء الأنجاس هؤلاء الذين الملابس الداخلية للعواهر التي تتسخ بما تتسخ به أطهر من عمائبهم الملابس الداخلية للعواهر لبنات الهواء لنساء الليل الملابس الداخلية التي تتسخ بما تتسخ به هي أطهر وأشرف وأنظف من عمائمهم هؤلاء العواهر هذا عهر ديني وقذارة إلى أبعد الحدود على منبر أمير المؤمنين هذا في الحضرة العلوية صريحا يعلم شيعة الأدب أن كذبوا على الناس واتهموهم وقولوا عنهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه هذه حوزتكم وهذه مرجعيتكم من تف على هذه الحوزة القذرة وتف على هذه المرجعية الحثالة التي تعلم هذا القبح ويحرفون أحاديث أهل البيت حديث الإمام الصادقي ما هكذا معناه إذا أردتم أن تعرفوا معناه عودوا إلى برامجي ستجدون شرحا مفصلا لهذا الحديث الشريف هؤلاء حمير وجهال هو لا يحسن أن يتلفظ الألفاظ بشكل صحيح ما كان يتلفظ الألفاظ بشكل صحيح هو لا يحسن أن يتلفظها أن يتلفظ الألفاظ بشكل صحيح ويعلم الناس يعلم الشيعة في محضر أمير المؤمنين في الحضرة العلوية يعلمهم منطق العثر هذا منطق الإكحاب هذا إنه منطق مرجعية النجف منتف على هذه المرجعية نذهب إلى تذكرة البرنامج ترجمة نانسي قنقر